لكن في مجموعة من الصور الشوهاء والمشوهة اتسببت في فجوة ما بين أولادنا وما بين الدين وكمان شوهت لهم التدين وكان لها دور كبير في أن أولادنا شاه فيهم إيه؟ شاه فيهم الظاهرة اللي أنا دايماً بأكد عليها اللي هي لها شاشة نفسية والتشتت الحياتي والتوهان المستقبلي ثلاث صفات في أسوأ ما يكون ممكن هشاشة نفسية بعد الهشاشة النفسية إيه اللي حاصل؟ عنده هشاشة نفسية وعنده تشتت حياتي وعنده توهان مستقبلي للأسف ده اللي حصل إحنا النهاردة عايزين بقى نزيح عن أولادنا سبع صور مشوهة للدين والتدين بتخلي أولادنا يتمردوا ويركزوا في كلمة يتمردوا يتمردوا وينفروا من الدين أول صورة من صور التدين دي اللي الأولاد ما حبهاش وتلاقيهم بيتكلموا عنها وتلاقي على طول أو الولاد ما تجي تتكلموا عن التدين أول ما تجي تتكلموا عن حاجة يحس إيه أول ما تسمعوا إيه ومش عايز بقى خنقة آه الصورة الأولية هي صورة التدين الخانق صورة اتبانت عندك كثير من أولادنا على فكرة أن الدين يحسسني بالدي والخنقة لأنه يحرمني من حاجات كتيرة بحبها فقالوا لي مثلاً أن حرام الاحتفال بعيد ميلادي الوقت اللي أنا هفرح به حرام الاحتفال بعيد ميلادي وعيد ميلاد أصحابي وحرام ألعب على الألات الموسيقية وأنا بحب الموسيقى وبحب أن أنا وكمان حرام أن أنا أبلع بالبس شورت وحرام أننا فالولد حس إيه إيه ده طب أنا أعمل إيه أعد في الركن كده ميت ونعايش فطول الوقت بيحس أن الدين جاي عشان يخنق وأخواننا بقى بتعود التدين والخانق دي بيروحوا على كل ممارسة بيمارسة الإنسان في الحياة وعملوا عليها كروس فالولد يعمل إيه أنت رايح متعمد تروح للحاجات اللي بحبها وتلغيها وتطالبني أن أنا ألغيها من حياتي ويا سلام بقى له الأب متبني هذه سورة التدين الخانق ده الولد بيحس بحالة من حالات أن ده بقى مصيره أن التدين الخانق ده حدد مصيره بأنه مصير مخنوق السورة دي اتكونت عندي أولادنا لأنهم فهموا أن الأصل في الدين هو الحرمة وحسبنا الله ونعم الوكيل الأصل ليس في الدين هو الحرمة الأصل في الدين السعة عارف يعني إيه الأصل في الدين السعة يعني إذا كانت الحرمة دي الحرمة دي عشان تحسسنا بالمسؤولية الحرمة دي عشان تحسسنا بفكرة الشرطية الحرمة دي عشان تفكرنا بأن إحنا ما زلنا عبيدا لكن مش أن إحنا معنى أن إحنا عبيد أن إحنا عندنا إله جاي عشان نفسد علينا فرحتنا حشا يعني الإله مفسد الأفرح ده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذه الصورة غير حقيقية صورة أنا آسف يعني صورة بيجتمع فيها الغباء الإنساني مع ضيق الصدر وضيق الرؤية وده جاي من الطائرات التصور بقى بتاعت التدائن الخانق ده جاي من الطائرات المتطرفة أصحاب التدائن الكمي أصحاب التدائن الكمي اللي نشروا في المجتمع ما يسميه أنا بهوس التحريم يعني دي بيانا أوي أوي حتى في عندنا جيل كده في الكبار اللي هم بتقول الأربعينات والخمسينات دلوقتي لما قولوا طب أعمالي بنوك حلال يقول لي طب إيه اللي فيه حرام يعني وكأنه هو إيه اللي حاصل هو عشان يبقى متدين لازم يلبس في حاجة حرام لازم يعمل حاجة حرام وكأنه مش قادر يفهم أن الله لطيف بعباده ومش قادر يفهم ما جعل عليكم في الدين من حرج مش قادر مش قادر هو فاهم أن الدين يكون بالترك مش الدين بالسعي عالف الفرق هو فاهم أنه لما ييجي متدين أنه يعيسيب لكن مش يعيبقى متدين لأنه يعيسعى وليس للإنسان إلا ما سعى يبقى أنت هتسعى وأصبح السؤال بقى عن المباح والسؤال عن الخروج من الحرمة لا ده السؤال عن المباح والسؤال عن الأصل في الأشياء اللي باح وده اللي خلى الوسواسة تتفشى في الناس وخلى الناس يحسوا أن الدين بيخنو الإنسان لدرجة أنه ما يقدرش يتحرك غير وهو عارف أن دي مش حرام مش عارف أن دي بيحبها ربنا ولما بحبهاش لا يتأكد أن دي مش حرام حتى أنا أكلمكم من دوقتي بعض الناس يقول لي طب آه طبعا عشان يعرف أنه ربنا بيحبها ولا لا يعرف أنه مش حرام لا يا سيدي يعرف إيه فيها من جمال إيه فيها من مدد إيه فيها من عطية إيه فيها من فضل إيه فيها من مصلحة إيه فيها من خير إيه فيها من منفعة لكن لما تبني الإنسان أنه هو ما يتحركش غير لما يتأكد أنه ما فيش حاجة هتتوحش عليه ولا تهبشه لا مش هو ده الدين وعشان كده الإنسان اللي عايز يعرف الدين يعرف حقيقة الدين يعرف أن الدين حياة وأن الدين وسع جاي يخلي ويحلي قلوبنا وحياتنا بأنوار العبودية لله سبحانه وتعالى وأنوار قيم الرحمة والخير والجمال ولذلك رسول الله سلم في عنوان كده نداء إنساني حياتي ما أخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن اسمه يا سلام عنوان كده يخلينا نتحرك في الحياة بسعادة فلذلك مهم جدا جدا وإحنا بنربي أولادنا إن إحنا نتأكد من حرمة الأشياء بسؤال المفتين وأهل العلم وأهل العلم المعتمدين قبل ما نحرم على أولادنا حياتهم وكذلك نعلمهم لما يسألوا ويستفتوا يسألوا ويستفتوا مين فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا يبقى أول حاجة التدين الخانق تعالوا نشوف التدين التاني التدين العازم ترجمة نانسي قنقر